بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة الحلقة رقم 44 باب في نسيان أهل الميت ميتهم وفي الأمل والغفلة أبو هدب إبراهيم بن هدب قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مشيعي الجنازة قد أكل بهم ملك فهم مهتمون محزونون حتى إذا أسلموا في ذلك القبر ورجعوا راجعين أخذ كفا من أراب فرما به وهو يقول ارجعوا إلى دياركم أنساكم الله موتاكم فينسون ميتهم ويأخذون في شرائهم وبيعهم كأنهم لم يكونوا منه ولم يكن منهم ويروى أن الله عز وجل لما مسح على ظهر آدم عليه السلام فاستخرج غريته قالت الملائكة رب لا تسعهم الأرض قال الله تعالى إني جاعل موتى قالت رب لا يهنيهم العيش قال إني جاعل أمل فالأمل رحمة من الله تعالى ينتظم به أسباب المعاش ويستحكم به أمور الدنيا ويتقوى به الصانع على صنعته والعابد على عبادته وإنما يذم من الأمل ممتد وطال حتى أنسى العاقبة وثبط عن صالح الأعمال قال الحسن الغفلة والأمل نعمتان عظيمتان على ابن آدم ولولا هما ما مشى المسلمون فالطرق يريدوا لو كانوا من التيقز وقصر الأمل وخوف الموت بحيث لا ينظرون إلى معاشهم وما يكون سببا لحياتهم لهلكوا ونحوه وقال مطرف ابن عبد الله لو علمت متى أجلي لخشيت ذهاب عقلي ولكن الله سبحانه وتعالى من على عباده بالغفلة عن الموت لولا الغفلة ما تهنوا بعيش ولا قامت بينهم الأسواق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب بالنسبة والاشتراك في القناة الحلقة رقم خمسة واربعين باب في رحمة الله بعبده إذا أدخل في قبره قال عطاء الخرساني أرحم ما يكون الرب بعبده إذا دخل في قبره وتفرق الناس عنه أهله ورعي عن ابن عباس مرفوعا وقال أبو غالب كنت أختلف إلى أبي أمام الباهلي بالشام فدخلت يوما على فتى مريض من جيراني أبي أمامة وعنده عم له وهو يقول يا عضو الله ألم أمرك ألم أنهك فقال الفتى يا عما لو أن الله دفعني إلى والدتي كيف كانت صانعتم بي قال تدخلك الجنة قال الله أرحم بي من والدتي وقبض الفتى فدخلت القبر مع أمه فلما أنسواه صاح وفزع قلت له ما لك قال فسح له في قبره وملأ نورا وكان أبو سليمان الداراني يقول في دعائه يا من لا يأنس بشيء أبقاه ولا يستوحش من شيء أفناه ويا أنيس كل غريب ارحم في القبر غربتي ويا ثاني كل وحيد آنس في القبر وحدتي ولقد أحسن أبو بكر عبد الرحمن ابن محمد ابن فوز السلمي الكاتب أحد البلغاء بشرق الأندرس حيث يقول أيها الواقف اعتوارا بقبري استمع فيه قول عظم الرميم أو دعوني بطن الضريح وخافوا من ذنوبي وآيسه من نعيم قلت لا تجزعوا علي فإني حسن أغن بالرؤوف الرحيم ودعوني بما اكتسبت رهينا غلق الرهن عند مولا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة الحلقة رقم ستة واربعين باب متى يرتفع ملك الموت عن العبد وبيان قول الله عز وجل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قاف واحد وعشرين وقول الله عز وجل لتركبنا طوقا عن طوق الإنشقاق الآية 19 أبو نعيم عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عز وجل إن الله لا إله غيره إذا أراد خلقه قال للملك اكتب رزقه وأخره أجله واكتب شقيا أو سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فإذا جاء الموت ارتفع ذلك المكان ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده ثم جاءه ملك القبر فامتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فأنشط كتابا معقودا في عنقه ثم حضر معه واحد سائق والآخر شهيد ثم قال الله عز وجل ثم حضر معه واحد سائق والآخر شهيد ثم قال الله عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قف 21 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لتركبن طبقا عن طبق قال حالا بعد حال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قدامكم أمر عظيم فاستعينوا بالله العظيم قال أبو نعيم هذا حديث غريب من حديث أبي جعفر وحديث جابر تفرد به عن جابر بن زيد الجعفي وعنه المفضل جابر بن يزيد الجعفي مطروك لا يحتج بحديثه في الأحكام ووجد بمدينة قرطوبة على قبر الوزير الكبير أبي عامر بن شهيد مكتوبا وهو مدفون بإيزاء صاحبه الوزير أبي مروان الزجاجي وكأنه يخاط وهو ودفنا في بستان كان كثيرا ما يجتمعا فيه يا صاحبي قم فقد أطلنا أنحن طول المدى هجود فقال لي لن أقوم منها ما دام من فوقنا الصعيد نذكر كم ليلة النعمنا في ظلها والزمان عيد وكم ينير همي علينا سحابة ثرة بجود كل كأن لم يكن اقضى وشؤمه حاضر عتيد حصله كاتب حفيظ وضمه صادق شديد يا حسرة إن تنكبتنا رحمة من بطشه شديد يا رب عفوا فأنت مولى قصر في حقه العبيد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم